مشاهدين التاسعة صباحا رموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف شكرا لك جمانا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وخلال اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية أشار مدبولي إلى أن اللقاء يأتي في إطار جهود الدولة للتعامل مع تطورات الظروف والأزمات العالمية الحالية وانعكاستها على النواحي الاقتصادية التي من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين اليومية ونوها مدبولي إلى توجيهات الصادرة من الرئيس السيسي بأعداد حزنة حماية اجتماعية اتثنائية ترعي ظروف الأسر الأكثر احتياجاً سعياً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم في هذه الآونة قال مستشار رئيس الأوكراني لكسي ريستوفيتش أن كييف قد تهاجم جسر القرم حال توفر أول إمكانية تقنية لذلك واضف أريستوفيتش أنه فور ظهور أول إمكانية تقنية سيصبح الجسر على الفور هدفاً يمكن مهاجمته مشيراً إلى أن جسر القرم يمر عبر المياه الإقليمية الأوكرانية أعلنت تهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالاً بقوة 4.2 درجة وقع قبل تساحل السلفادور بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش هذا ولم ترد أي أنباء بعد عن سقوط قتل أو وقوة أضرار جراء زلزال أعلنت لجنة الصحة الوطنية في بر الصين الرئيسي تسجيل 691 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 154 حالة مصحوبة بأعراض وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 227 ألفاً و426 إصابة حتى الآن هذا ولم تسجل الصين أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليضل إجمالي الوفاة ثابتاً عند 5226 حالة ختم مجزء التاسعة فاصل موضة حضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر